هنرجع تاني للمؤتمر الاقتصادي لكن لازم أبتدي معاكم زي ما اتعودنا بمعلومة وصلت لنا لكن احنا محتاجين كمان نصحح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء النهاردة أصدر نفي لما تردد من أنباء بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم نتيجة أزمة الغداء العالمي أزمة الغداء وارتفاع الأسعار اللي احنا شايفينه كل يوم بيتبعوا أنه لازم الدولة تقوم بدور أكبر في هذه الفترة الحالية فالناس لما شايفت أن كل الحاجات أسعارها زادت حصل توقعات سميها تكهنات سميها إشعاعات لكن اللي حصل أنه وصل للناس أنه رفع سعر رغيف العيش المدعم هيزيد وزارة التموين نفت هي كمان وقالت استمرار وتثبيت نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر خمس أوش فقط دون أي زيادات مهم جدا وإحنا بنفتكر بقى الفكرة دي والمنظومة نعرف أنه منظومة الخبز المدعم بيستفيد منها 71 مليون مواطن التكلفة الانتاجية لرغيف الخبز زادت وده معناه أنه الرقم اللي مطلوب من الدولة للدعم زادت لكن الدولة بتتحمل فارق الزيادة في أسعار الأمح المحلي وأسعار العمح المستورد وقالت أنه دعم الخبز السنوي بيبلغ قيمة 51 مليار جنيه والحكومة ملتزمة بي وميزانية الدعم بعد العفع الأسعار من المتوقع أنها توصل لـ 73 مليار جنيه خلال العام الحالي شكرا شكرا